أعلنت إدارة المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والمقرر إقامتها في مصر عن تولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التلموي الإشراف على ملف إدارة المتطوعين واختيارهم على أن تتولى الأكيديمية الوطنية للتدريب عضو التحالف الوطني تدريب وتأهيل المتطوعين هذا ويتولى الشباب المنظمون لمتدى شباب العالم بدورهم بتنظيم وتنسيق أنشطة المنتدى وفعلياته كاستمرار لدورهم في تنظيم الفعليات الكبرى والدولية التي تمت على أرض مصر خلال السنوات الماضية ويصدف المنتدى على مدى خمسة أيام ألاف المشاركين من جميع أنحاء العالم بينهم ممثلون من الحكومات الإقليمية والدولية والشركات وقادة المجتمع المحلي ومخاطط المدن ومنظمات المجتمع المدني حيث سيضم أكثر من خمسمائة حدث ومعرض حضري موسع وأسبوع القهر الحضري موسيقى